احنا بنقول نرفض اي تحرك اثيوبي من جانب واحد واحنا مع المفاوضات وحتمية عودة المفاوضات الجد احنا مع ذلك احنا مش ضد ذلك احنا بنقول ان اثيوبيا متعنتة بس يلا نقعد عشان نخلص مش نقعد عشان نتخانق في نفس التوقيت اللي احنا بنجري فيه هتلاقي لجنة داخل البرلمان الاثيوبي طلع بتقول ان مصر والسودان هم بيخططوا الاعمال العدائية في منطقة بني شانقول نقول طور يقول احبوه الناس دي ناس بيبحثوا عن مشاكل تبحث اثيوبيا عن شماعة جديدة تحاول ان تصدرها للعالم انه احنا مغلوب على امرنا يعني السودان اراضي السودان اثيوبيا تحتل اراضي سودانية من 25 سنة لما السودان اعادت الانتشار داخل حدودها اثيوبيا بتقول فيه اعتداءات سودانية يا عم ده ارضنا ارض سودانية داخل حدود سودانية الا انه اثيوبيا اللي دخلت فيه معركة مع التجري ودخلت فيه معركة مع بني شانقول ودخلت فيه معركة داخل حدودها مع بعض الجهات الاثنية داخل اثيوبيا تحاول ان تصدر مشاكلها الى الخارج انا لا اتدخل في الشأن الداخل الاثيوبيا وده مش طريقنا ومش طريقتنا لكن بقول انه اللجنة البرلمانية الاثيوبية بتقول انه فيه اعمال عدائية هي بتتهم اللجنة الاثيوبية تتهم مصر سودان باعمال عدائية لكن بسرعة المتحدث باسم الخارجية السودانية نفى ذلك بشدة وقال اذ ينفي السودان جملة وتفصيلا ما ادعته اللجنة الاثيوبية فان يدعو اثيوبيا للتعاون في صفية العلاقة مع كل ما يشبها خاصة فيما يتصل بالتعديات والادعاءات الحدودية وبالاحتكام للنفع المشترك في مسألة النهضة واعتبر المتحدث السوداني ان انعدام الحجة لاثيوبيا في موضوع الحدود مع السودان ووضوح حجة السودان في موضوع البند في موضوع السد قد يكون وراء محاولة ايجاد مظهر اضافي للصراع مع السودان لاستغلاله في تخزيط الاطماع والافعال الاثيوبية غير المبررة والترويج لها حسب المصدر السوداني ودع المصدر السوداني اثيوبيا ان تعامل بالجدية مع السودان وان تحكم علاقتها بالحقائق والمعطيات الحقية بعيدا عن الادعاءات الكاذبة طبعا خليني بس اقول ايه الخصة اثيوبيا بدأت في ضرب اقليم التجري صراعات تاريخية بينهم اعلنها كان اقليم التجري واللي بيحكم اثيوبيا 30 سنة ابي احمد وصل مع الامهارة والارومو ضربوا اقليم التجري وعملوا اللي عملوا فيه من انضم لاثيوبيا اريتريا اريتريا عندها عداء تاريخي مع التجري دخلت القوات الاريترية وقامت بزبح وتقتيل في اهالي التجري بشكل ازعج الامم المتحدة والولايات المتحدة الامريكية النهاردة اثيوبيا حضرت العفريت في اقليم التجري وفشلت فيها ان تصرفه العفريت هو القوات الاريترية يعني القوات الاريترية دخلت الى اقليم التجري وقامت بما قامت به وموثق بالمناسبة وكان وزير خارجية الامريكي بلينكين بيكلم ابي احمد يقول له على القوات الاريترية ان هي تمشي ابي احمد دلوقتي مش عارفه يمشي القوات الاريترية من التجري فاصبحت منطقة التجري دلوقتي محتلة من بعض القوى العسكرية الأنترية وتواجد القوى الفيدرالية الأثيوبية والموضوع أصبح مشتعل بشكل كبير جدا ليه؟ لأن قوات الأمهرة اللي هي مكون رئيسي في الجيش الأثيوبي دخلت هي أيضاً الخط داخل السودان أبي أحمد أمام مأزق تاريخي إما أنه هو يحترم القانون الدولي وحدود السودان وأسحب قواته خارج منطقة الفشخة الكبرى وفي حالة انسحابه واحترامه للقانون الدولي سينقالب عليه الأمهرة وفي حالة عدم تطبيق القانون الدولي واستمرار الأمهرة في احتلال أراضي السودانية سيقع في خطيئة سياسية قد تؤدي بحياتي ومستقبله السياسي بقول ثاني أن الوضع في أثيوبيا أكثر تعقيداً مما يبدو على السطح يعني مشاكل أثيوبيا في التجري مرتبطة ودخل على الخط أريتري يبقى دي أثيوبيا ودق أريتري والتجري ومع السودان دخل معها الأمهرة والأمهرة بيحتلوا أراضي السودانية في حال ترض القوات الأمهرية بموافقة القوات الأثيوبية من السودان سينقلبوا على أبي أحمد قوات الأمهرة بالتالي نحن أمام مشهد عبثي في منطقة بني شنقول يعني التجري والأمهرة وبني شنقول دي كمان منطقة أثنية فيها أثنيات وفيها أعراض داخل الحدود الأثيوبية بينها وبين الحدود السودانية حوالي خمسين كيلو أو أربعين كيلو المنطقة فيها سد النهضة حدث قلاقل منذ شهرين أو ثلاثة في هذه المنطقة أودت بحيات 200 واحد بعد أبي أحمد مزار بني شنقول حدث عمليات قتل ونهب وغيره راح ضحيتها 200 واحد النهاردة بيقوله السودان ومصر هي اللي بتعمل هذا الكلام خليه بس نروح مع حضراتكم دي منطقة بني شنقول اللي بينا في الخريطة من المختلف هنا في سد النهضة في هذه المنطقة وقت الحدود السودانية قدام حضراتكم الحدود السودانية مع بني شنقول هنا سد النهضة خلينا أقول أنه أدي 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 الأورومو وأدي قبائل العفر وأدي جيبوتي وأدي الصومال وعندي فين جنوب السودان وهدي جنوب السودان هذه المنطقة حدث فيها قلاقل بعد التجري أدي أقليم التجري أهو هذا الإقليم القوات الأردرية اللي فوق دخلت هنا دلوقتي القوات الأثيوبية مش عارف يطلعوهم فبالتالي عندي هنا في التجري في قوات أثيوبية إرترية بتحتل منطقة التجري كل الخلاف الموجود على التطهير العرق اللي حدث هنا في إقليم التجري تحولت الخلافات من التجري إلى بني شنقول بني شنقول المشكلة عندهم فيه أن هنا فيه صد النهضة طيب هذه الحدود السودانية الأثيوبية هنا على الحدود السودانية الأثيوبية قبائل الأمهارة داخلت الحدود السودانية فالمفروض ترجع على خط الحدود لو رجعت ميلها يرجعها القوات الحكومية الأثيوبية ترجع لو رجعت هنا الأمهارة ينقلب على أبي أحمد لو استمروا داخل السودان يبقى باحتلال دولة أجنبية أنا أتصور أن الوضع في هذه المنطقة بيحتاج إلى شرح وتفصيل لكن فيما يبدو أنه أريتريا أصمرة داخلت على خط الأزمة في تيجري فعقرت الأزمة وأعتقد النهاردة أنه هنا في جنوب السودان فيه تحركات لمحاولة نزع فتيل الأزمة الحدودية بين أريتريا وبين أثيوبية في منطقة التيجري برعاية جنوب السودان زي النهاردة ما فيه معلومات إعلامية أو صحفية بتؤكد أن أبي أحمد زار أريتريا مساء أمس الأول وانطلق مع السياسي أفورقي رئيس أريتريا إلى جوبا في جنوب السودان لمحاولة إيجاد حل لهذه الأزمة لأنه وجود القوات الأريتريا في التيجري اللي هي أرض أثيوبية والمذابح التي جرت أزعجت أمريكا والغرب وهناك تواصل وضغط على أثيوبيا أريتريا بيتنفي وأثيوبيا بيتنفي والتحدي أفريقي بقول ضوضع داخلي والمجلس الأمن مش عارف أن يوصل لحل فبالتالي تحركات أثيوبية أريترية مع جنوب السودان هو تزامن هناك محاولات للربط بين هذا التحالف الأثيوبي الأريتري في مقابل التحالف المصر السوداني بيتقال أنه فيه تحالف مصر السوداني ففيه تحالف أريتري أثيوبي إحنا بيش بندور على تحالفات لخاتل المصرية الأريترية كانت طيبة لكنها ربما بتمر معرفش في تقديري الشخصي بمرحلة يعني مختلطة إلى حد ما نتيجة ما يجري هنا يعني بندخلش في شئون دول لكن بقول أن فيه تقارب الآن أريتري أثيوبي هذا التقارب حارس هنا على جسس التجري كانت أكلم بوضوح ومن الناحية الإنسانية أنه ما جرى لأهل التجري هنا جريمة سأذكرها التاريخ سأذكر التاريخ أن هنا كان شعب اسمه شعب التجري أبيد إبادة جماعية بمساندة بمساندة مين بمساندة أريترية السياسة أفورقي اللي بينتقم أو عادل ينتقم من التجري الذين كانوا يحكموا إثيوبيا على مدار سلسين عاماً لكن الغريب والمدهش والذي يجب أن أذكر وأتذكر أنه من يقود عمليات التطهير العرقي في التجري قد حصل على جهزة نوبل للسلام يعني ما ما أقصى يعني من القصوة ما أقول أن من حمل جهزة نوبل للسلام ومنحو إياها يداهي الآن ملطخة بدماء شعبه هنا في إقليم التجري أقول بأنه ما قامت به إريتريا من المساندات لإقليم التجري لإثيوبيا في إقليم التجري سيندى له جبين العالم وأنا بقول تاني الاتحاد الإفريقي يعني ما عرفش أين الاتحاد الإفريقي مما جرى إثيوبيا بترفض أي تدخل لكن التحرك الإثيوبي الأريتري النهاردة إلى جنوب السودان حاجة من اتنين إما أنه لمحاولة الوصول إلى حل يحفظ مواجه الجميع في التجري إما محاولة جذب جنوب السودان وجوبة إلى ما عرفش يعني التحالف المصر السوداني واضح التحالف الأريتري الاتيوبي واضح هل هل تحاول كل من أصمرة وأديسة بابا جذب جوبة في جعبتها أو في اتجاهها تقديري أنه الإخوة في جنوب السودان دولة محترمة تقديري أنه سلفاكير رجل محترم وعلاقة سلفاكير بالخرطوم وعلاقة سلفاكير بالقاهرة يعني العلاقات التي تربط بين جوبة والخرطوم والقاهرة أقوى كثيرا من أي عبت يحاول عبتين لذلك أنا يعني لا أميل إلى هذا التفسير وإنما أميل إلى أنه جوبة من قبل استضافة المفاوضات بين أريتريا وبين إثيوبيا أعتقد منذ عام مضى فالنهاردة بيحاول سلفاكير أو تحاول جنوب السودان أن تواصل مسعيها لمحاولة نزع فتيل أزمة هنا ده تقديري أو أمنياتي إنجاز التعبير لكن منطقة القرن الإفريقي اللي فيه السودان وفيها جنوب السودان وفيها أريتريا وفيها إثيوبيا وفيها جوبوتي وفيها الصومال أنا أعتقد إنه المنطقة بتحتاج مننا إلى تطقيق واهتمام كبير منطقة الأورومو اللي منها أبي أحمد هذه المنطقة بيتمثل من هذه المنطقة خارج أبي أحمد لكنه ما انقلبوا عليه فهو دلوقتي فيه معلق فيه رقاب القبائل الأمهرة قبائل الأمهرة اللي بتحتل الأرض السودانية يعني الوضع مشتبك إلى حد كبير جدا وبقول تاني إنه زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى الخرطوم ليست بعيدة عن كل ما يجري في المنطقة لأنه من ضمن المواحسات اللي تمت النهاردة في الخرطوم هنا في هذه المنطقة كانت بتتكلم على ما يجري هنا في الحدود النهاردة الرئيس كان بيطمئن وبيطلع على الأزمة الحدودية بين إثيوبيا وبين السودان في منطقة بني شنقول وفي منطقة الفشقة الكبرى وأيضا بالتأكيد مصر بتراقب الموقف تراقب ما يجري هنا في منطقة قرن إفريقي لأنه إحنا جزء من المكان لابد أن نعرف ما يدور فأنا بنقل للمشاهد الكريم في كل مكان أنه الوضع هنا مشتبك ومرتبك وبينذر بكثير من المشاكل هنا في بني شنقول ده جزء من أثيوبيا فيها مشاكل وقلاق هنا في التجري هنا في تطهير عرقي هنا في الأهمارة والأرومو في خلافات فبالتالي الشعوب الأثيوبية في مشكلة إحنا عايزين هدوء وعايزين تعاون وعايزين سلام لمصلحة الشعوب لسنا ضد الشعوب الأثيوبية ولسنا ضد الشعوب الأريترية ولسنا إحنا إحنا أفرقة إحنا عايزين الخير للجميع لكن بمعايير عادلة وفقا لقل الدولة